طبعا هذا الموقف الذي أعلنت عنه حكومة جمهورية العراق أكثر من مرة أنه العراق لا يمكن أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ما بين الدول وبين السياسات المتناقضة والعراق يرفض رفضا قاطعا التدخل في شؤونه الداخلية وينبغي احترام سيادته ووحدة أراضيه ويرفض أيضا رفضا قاطعا جميع الاعتداءات أي أن كان مصدرها هذه الرسالة التي أكدنا عليها وهي في سياق الموقف الحكومي الذي عبرت عنه حكومة جمهورية العراق أنه في خضم هذه الأحداث والتطورات التي تشهدها المنطقة لا يمكن جر العراق إلى صاحة الصراع فالعراق لديه كما قلت قبل قليل سياسة واقعية منتجة هو مهى أن يكون عامل ومصدر استقرار في محيطه الأقليمي والدولي كما أيضا تمكنت الدبلوماسية العراقية خلال السنوات الماضية من تجسير الفجوات ما بين العديد من الدول المنطقة وبعض اللاعبين الأقليمين في المنطقة أيضا كما تعرف من خلال تقريب وجهات النظر والجلوس وعلى مائدة المفاوضات ما بين بعض الدول في المنطقة وتطبيع العلاقات فيما بينها ويحسب هذا الدور إلى العراق وما قامت به الدبلوماسية العراقية